سيدة ثرية في الثلاثين من عمرها وهي مطلقة بسبب حدتها وتعاليها على زوجها في صباح أحد الأيام استقلت سيارتها الفارهة وتوقفت أمام بائعة بيض وجبن فقيرة وسألتها بكم تبيع البيضة فأجابتها البائعة جنيه للبيضة الواحدة يا سيدتي فقالت لها بغرور أخذ عشر بيضات بثمانية جنيهات أو أرحل فأجابتها البائعة خذي كما أردتي عسى الله أن يفرج عنها فأخذت السيدة البيض وهي تشعر بالنصر ثم ركبت سيارتها الفارهة وانطلقت لتمر على صديقتها كي تصحبها معها إلى أحد المطاعم وبالمطعم طلبت ما طاب لها هي وصديقتها وقد أكلت وصديقتها القليل وتركتها الكثير وعندما جاءها العامل بفاتورة الحساب وجدتها بمائتين وثلاثين جنيها فأخرجت مائتين وخمسين جنيها وذهبت لصاحب المطعم وقالت له الباقي لكم ثم تركت صديقتها واستقلت سيارتها وسارت على الخط السريع وفجأة تعطلت سيارتها فنزلت ولوحت بيدها للسيارات المسرعة لكن لم يقف أحد لها وبعد وقت طويل توقفت سيارة قديمة الصنع يقودها شاب بسيط فنظرت إليه وإلى السيارة وترددت هل تصعد أم لا ظن منها بأن كل من يراها سيعلم بثرائها ويطمع فيها ولكنها صعدت بعدما استمعت القرآن الكريم من تسجيل السيارة وفي الطريق سألت الشاب عن اسمه وعمله فأخبرها وعلمت أنه جامعي ويعمل سائق أجر فاطمأنت قليلا وعندما وجدت الشاب مؤدبا ولم يلتفت إليها لحظة واحدة عاتبت نفسها فيما بينها وأنبت ضميرها لسوء ظنها وقررت أن تعطيه كل ما سيطلب من الأجر وفي الطريق استأذن الشاب من السيدة وتوقف عند بائع ذرى عجوز وأخذ بعض الذرى ثم أعطاه مبلغا أكبر بكثير من ثمن ما أخذ فقالت له السيدة لقد دفعت أضعاف ثمن ما أخذت ابتسم الشاب وقال لها يا سيدتي هذا رجل فقير وقد تعلمت من أبي هذا الصنيع فقد كان يشتري من بضائع البسطاء بأغلى الأثمان رغم أنه لا يحتاجها وعندما عبرت له عن انزعاجي وأنا صغير قال لي يا بني هذه صدقة مغلفة بالعزة لن تكلفنا الكثير ولكنها ستسعد المحتاج كثيرا شعرت السيدة بحزن شديد على ما فعلته مع البائعة الفقيرة وبالقرب من منزلها طلبت النزول وقالت السائق كم حسابك فقال لها لا شيء أجرت أن تفعل الخير مع من تجديه دخلت السيدة بيتها وهي في ذهول ثم أخذت مبلغا كبيرا من المال وذهبت إلى بائعة البيض وهي تتمنى أن تجدها وبالفعل عندما وجدتها أعطتها كل ما معها فلم تصدق البائعة ما ترى فقالت للسيدة وهي تبكي الحمد لله الآن سأذهب إلى بيتي أستطيع الآن أن أحضر العلاج لابنة المريضة شعرت السيدة بسعادة لم تشعر بها من قبل وفي صباح اليوم التالي فوجئت بطليقها يأتي لها ومعه ابنهما الذي منعها من رؤيته بسبب سوء تعاملها معه وإهانتها له وقال لها سأترك لك ابنك وسأغادر البلاد وأتمنى أن أعود بعدما أصبح ثريا مثلك حتى لا تعيريني أو تعايري ولدي فيما بعد بأن والده من البسطاء الفقراء لم تترك السيدة طليقها يرحل بل طلبت منه أن يعيدها إلى عصمته ومنذ ذلك اليوم وهي تتعاطف مع البسطاء بعدما عادت إلى الله وبدأت تصلي وتقرأ القرآن وتستغفر الله على ما كان منها شاب جامعي تعب والده في البيت يوم الثلاثاء وأحس بآلام في قلبه وكان يوم الأربعاء هو امتحان نهاية العام للشاب بالجامعة وقد قال له والده أريدك أن تذهب بي إلى المستشفى حالا فقال الشاب لأبيه أنا في خدمتك يا أبي ولكن كن مطمئنا ستكون بخير إن شاء الله أخذ الشاب مذكراته التي سوف يمتحن بها في الغد وتوجه مع أبيه للمستشفى وبعد الكشفات والتحاليل قال له الطبيب والدك لابد أن ينام الليلة بالمستشفى فحالته تستدعي عناية مركزة استسلم الشاب لطلب الطبيب وجلس مع والده بالغرفة وكان والده متعبا جدا ولم يكن هناك متسع من الوقت للمذاكرة وظل يهتم بوالده حتى الساعة العاشرة مساء عندما نام والده وحاول الشاب أن يذاكر بعض الوقت إلا أنه شعر بالإرهاق ولم يستطع مقاومة النوم فنام بالقرب من والده بعد أن قام بضبط هاتفه على أذان الفجر ومع أذان صلاة الفجر استيقظ الشاب للصلاة وأيقظ والده وبعد الصلاة أعد طعاما خفيفا لأبيه أوصى به الطبيب وظل بجانبه يهتم به ثم بدأ في المذاكرة ولكنه لم يذاكر الكثير حتى بقي على موعد اختباره نصف ساعة فقبل رأس والده ويده وقال له ادعو الله لي بالتوفيق أنا ذاهب للامتحان رفع الأب يده إلى السماء ودعا لولده وذهب الشاب إلى قاعة الامتحان وبعد أن قام الدكتور بتوزيع الأوراق كتب الشاب ما يعرفه في ورقة الأسئلة قرابة ستين سؤالا لم يجب إلا على تسعة أسئلة والباقي لم يتذكر إجابته وكانت المادة طويلة جدا وعندما أعلنت النتيجة وجد هذا الشاب أنه حصل على الدرجات النهائية في تلك المادة التي لم يجب فيها إلا على تسعة أسئلة من ستين سؤالا فقال الشاب في نفسه لعل دكتور المادة أخطأ ذهب الشاب إلى دكتور المادة وذكر له اسمه كاملا ثم قال له هل يمكن أن أتأكد كم أخذت بالاختبار فقال له الدكتور مبارك عليك حصلت على ستين من ستين وفقك الله فقال الشاب للدكتور بكل أمانة أنا لا أستحق ذلك أنا لم أجب إلا على تسعة أسئلة فقط فكيف حصلت على هذه الدرجة بدأ الدكتور بمراجعة الأوراق فلم يجد ورقة باسم الشاب من بين أوراق زملائه الطلاب ثم قال الدكتور له اسمع يا بني ما الذي حدث مع ورقتك عندما كنت أصحح أوراق الطلاب في شرفة بيتي طارت ورقة مني أثناء التصحيح من شدة الهواء فجمعت باقي الأوراق ودخلت الغرفة ولعل الورقة التي طارت كانت ورقتك ولأني لا أريد أن أظلمك بشيء فقد أعطيتك الدرجة الكاملة ابتسم الشاب وقص على الدكتور ما حدث له مع أبيه ليلة امتحانه لمادته فضحك الدكتور وقال له لعله كرم من الله بسبب حسن برك بوالدك فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه